من ضمن الأسئلة اللي جات في الأحكام الخاصة بالطهارة ومسائل متعددة يعني جاءت في قضية الحيض هناخد مسألة منها النهاردة وهي خاصة بانقطاع دم الحيض أثناء الدورة الشهرية يعني هنضرب مثلا عشان الأمر يكون مفهوم عند السائلات والحقيقة أنه هذا السؤال من الأسئلة اللي يعني كان عددها كبير جدا ويعني حفاظا على الوقت مش هنعدد الأسماء لكن كانت كلها بتنحصر أنه أثناء أيام الدورة الشهرية عند بعض النساء بتأتي أيام طهارة يعني بتمر الست بيوم أو اتنين بينقطع وبيرتفع دم الحيض يعني ولا يكونوا شيئا هل هذه الأيام بنعتبرها أيام طهر ولا بنعتبرها أيام حيض هنضرب مثل يعني لو أن امرأة عادتها الشهرية بتجيها أو بتأتيها مثلا واحد في شهر ربيع بنضرب يعني واحد في الشهر العربي وبعد كده مثلا هي بتعود مثلا للدورة بتاعتها خمسة أيام سبعة أيام أيما كان العدد لأنه هذا العدد بيبقى حسب طبيعة كل امرأة وبالتالي ده بيختلف من زمان لزمان آخر طبيعة النساء بيدخل فيها عوامل كثيرة لكن لو أن الحيض بيأتيها أو الدورة الشهرية بتأتيها واحد في الشهر وبتخلص يوم سبعة ودي عادتها إنها بتجيلها سبعة أيام يوم واحد بينزل الدم يوم اتنين بينزل الدم تلاتة واربعة بينقطع الدم وبعد كده خمسة وستة بينزل عليها الدم مرة تانية إحنا بنضرب مثل طيب اليومين اللي في النص دول اللي انقطع فيهم دم الحيض هل المرأة ساعتها بنقول إنه الأيام دي أو اليومين دول أيام طهر ولا أيام حيض طيب ليه إحنا بمعنيين بأن إحنا نعرف هل هذه الأيام أيام طهر ولا أيام حيض طبعا لا حياء في طلب العلم والمسألة دقيقة لأنه مترتب عليها باقة من الأحكام المتعلقة بقيام المرأة بالتكاليف الشرعية من صيام من صلاة وكذلك بغيرها من التكاليف ومن اتصال بزوج وغيرها من الأحكام فبالتالي لابد أن تعرف المرأة وضع مثل انقطاع الحيض ببعض الأيام التي تكون المرأة فيها طاهرة لا ينزل عليها أو لا ترى دما في هذه الأيام الحقيقة إنه السادة الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الأول ذهب إلى أنه والله أن الأيام اللي بتنقطع فيها و بترفع فيها الدورة الشهرية ليوم أو اثنين أثناء أيام الدورة الشهرية يعني أثناء العادة بتاعت كل امرأة أنا عارفة أنه العادة بتاعتي ابتدأت ابتدأت الدورة الشهرية هتاخد 4 ايام هتاخد 5 ايام هتاخد 6 ايام 7 ايام حسب ومعايا العدد اللي أنا عرفاه اللي اعتدت عليه اللي هو من طبيعة كل امرأة وفي النص أصابني أنه يومين أو يوم أو 3 ايام أثناء أيام الدورة الشهرية ارتفع الدم القول الأول ذهب إلى أنه لا المرأة اللي بيرتفع عليها الدم يوم أو اثنين دي يبقى عليها أن تغتسل وأنه يتتطهر وتبدأ في الصلاة والصيام والاتصال بالزوء وكل شيء محظور عليها إلى أنه ينزل الدم مرة أخرى فإذا ما نزل الدم على مرة أخرى يجب أن تمتنع فاعتبروا هذا أو اعتبر هذا الفريق من أهل العلم أن هذه الأيام أيام طهر حتى ولو كانت داخل أيام الحي لو انقطع نزول الدم أثناء أيام الدورة الشهرية اعتبر فريق من أهل العلم أن هذه الأيام أيام طهر وجب على المرأة أنها تغتسل وتمارس كل شيء كان محظورا عليها ونفس القصة في مسألة النفاس اعتبروا على نفس هذه الشاكلة مين من فقهائنا اللي اعتبر هذا الكلام السادة المالكية وكذلك الحنابلة شافوا أن تقطع أيام العادة الشهرية بأيام طهر امتناع نزول الدم داخلها قالك دي أيام طهارة هي تغتسل وتمارس كل شيء طب القول الثاني يرى فريق آخر من أهل العلم إنه لا لو انقطعت الدورة الشهرية أو أيام الدورة الشهرية أثناء العادة التي تعرفها كل امرأة لنفسها قالك دي أيام حيضة مش أيام طهر حتى لو لم يعني ينزل منها قطرة الدم واحدة هذه الأيام طالما هي في وقت العادة بتاعتها ولها حد في عدد الأيام هي تعرفه يبقى اتقطع داب الطهر لا اعتبار له عند هذا الفريق وعليها لا تغتسل وعليها أن تمتنع عن كل شيء حتى ولو لم ينزل دم أثناء هذه الأيام هنضرب نفس المثل إنه لو أن امرأة بتجيلها الدورة واحد في الشهر وبتقعد معها مثلا خمس أو ست أيام هنقول بتقعد ست أيام واحد في الشهر نزل الدم اتنين في الشهر بينزل الدم تلاتا انقطع الدم أرباعا انقطع الدم وبعدين يوم خمسة في الشهر نزل الدم مرة أخرى هل اليومين اللي في النص دول الذي لم ينزل على المرأة فيه دم الحيض عند هذا الفريق الثاني من أهل الفقه والعلم يرى أن هذه الأيام أيام طهر والأيام حيض هذا الفريق الثاني يرى بأنها أيام حيض يعني المرأة لا تغتسل في هذه الأيام وهذا هو قول الحنافية والمشهور عند الشافعية إنه إذا المرأة انقطعت أيام الحيض بتاعتها بيوم أو اثنين طهارة ورجع الدم مرة تانية ينزل في أيام العادة بتاعتها يبقى اليومين الطهارة دول عند هذا الفريق الثاني من أهل العلم هي من ضمن أيام الحيض الذي يجب على المرأة أن تمتنع فيه عن كل شيء هي ممنوعة من القيام به من الصيام والصلاة والاتصال بالزوج إلى أن تنتهي من أيام عادتها أو حيضتها أو دورتها الشهرية التي اعتادت أن تأتيها بعدد معين من الأيام وعلى صفة بعينها أنا أختار إيه من الرأيين حضرتكم الإنسان يختار ما يشاء له أنا أمين إلى الرأي الذي يرى بأنه لو الرأي التاني إن لو انقطعت وهذا الرأي مش فرد على حضرتكم إنما إحنا بنبين ما قاله الفقهاء في هذه المسألة ونرجع نقول لو فيه ترجيح رجح بعض أهل العلم الرأي الأول رجح بعض أهل العلم الرأي التاني وإحنا لما بنعرض المسألة بهذه الديمقراطية العلمية يعني إنجازة نستعمل معنى الديمقراطية بس مش على معناها الاصطلاحي الدقيق ولكن فكرة إنه فيه يعني تعددية وفيه أكثر من رأي فيه المسألة ومن أهل اختصاص ومن أهل هذا الاجتهاد في هذا الفن إنه يرجح بعض الفقهاء الرأي الأول رأي الملكية والحنابلة يأتي فريق آخر فيرجح هذا القول عند الحنافية والمشهور عند الشافعية فبنجد هذه المسألة بهذه الانسيابية وهي دي اللي بنأكد عليها حركة العلم هقول لحضراتكم أنا بالنسبة لي أرجح أي الرأيين لكن أرجع أأكد على نفس القضية لما بنقول وبنعرض آراء السادة الفقهاء بنتكلم عن فكرة إنه العلم فيه سعة ولا نضيق على أنفسنا أمرا جعله الله على السعة وبرضو بنرد على اللي بيقول أننا نقدس آراء الفقهاء وأننا نقدس آراء العلماء وإن نحن جعلناهم كما أشياء يعني كده وصلت إلى درجة من التقديس وهال من الشدة الأخذ بالرأي الحقيقة العلم أو هذا التاريخ الإسلامي المشرف وهذا التراث العلمي العظيم للمسلمين لا يدل إلا على كرامة أهله وإن هؤلاء الذين تربوا على مائدة القرآن وعلى هدي خير البرية والأنام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يخرج على الناس برأي واحد وصاحب يكون صاحب عقل متحجر أبدا اللي بيتدرب على يد أهل العلم ويقرأ قراءة منهجية علمية فيها دراسة فيها إحاطة وفيها شمول وفيها صحبة وفيها تلمزة وفيها فهم وفيها ملكات للفهم لا يخرج إلا بعقلية فيها سعة لأنه شاف الرأي والرأي الثاني وإزاي الفقهاء فيهم هذا الدليل وإزاي هؤلاء فيهم هذا الدليل وبنعرض كل هذه الأدلة مع الاحترام الكامل لجميع أهل الفقه وأهل العلم وما عندناش قداسة لإنسان وإحنا تربين على المبدأ اللي أرخ له والذي أصل له كذلك أهل الفقه وأهل العلم رأي خطأ يحتمل الصواب ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ طالما الذي يصدر عنه هذه الآراء من أهل الاختصاص من أهل العلم فلما بننقل هذا الوجه المشرق في التاريخ الإسلامي وبنعرض له بنقول شفتوا قد إيه هذا الدين فيه سماح لأن حركة العلم على هذه الإنسيابية ومدعي وكاذب كل إنسان يتهم هذا الدين بالجمود أو يتهم علم الفروع بأنه إحنا وقفناه أو أوقفناه على طائفة من أهل العلم دون تطور هذا كلام عار من الصح ولا يمكن مرة تانية أن نقبل مثل هذا الكلام ولا نسمح به لأن ده في الحقيقة دعاء كبير على هذا الدين العظيم إنما هذا الدين قوام حركة العلم حركة العلم هناك رأي ورأي آخر المجموعة من الناس أو طائفة من الناس اللي التزموا رأي معين وفرضوه على الناس دون إظهار لبقية الأراء الأخرى ودون توسع على الناس بأراء الفقهاء هؤلاء اللي بنقول يعني بنقول أنت بتقول أنا برجح رأ لكن لا تصف الأراء الأخرى بعدم الفهم ولا تحتقر منها ولا تقلل منها لأن الأوائل من أهل العلم ما صنعوا ذلك إنما احترم بعضهم بعض وشفنا ده في سير الأئمة الكبار سيرت الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله سيرت الإمام العظيم الشافعي عليه رحمة الله وإزاي كانوا يحترموا بعض وإزاي كل إنسان بيتكلم عن الآخر كل عالم من هؤلاء الأجلاء كان يصف الآخر ممن له زمالة معه في هذا المجال في مجال العلم وفي مجال الفقه فدي كانت سير الأوائل في التعامل مع القضايا العلمية والتي هي متغيرة بتغير الزمان وبتغير المكان وبتغير الأحوال والأشخاص والأجواء الاقتصادية والسياسية وغيرها يعني كل ده بيندرك تحت هذا المسمى هذا التغير لكن بريضل الاحترام الكامل لأهل العلم حتى وإن أخذنا ببعض ما قالوا أو تركنا بعض ما قالوا أو تركنا كثير مما قالوا وأخذنا برارين ده لا ينفي الاحترام الكامل والإجلال لما صنعوا وما قدموا لهذا التراث الإسلامي والإنساني العظيم لأن ده مدارس علمية كبيرة الفكرة مش فكرة أنه ده رأي مقابل له رأي آخر إنما هي مدارس علمية إحنا بنتعلم منها وبنشوف إزاي كان بيحتج عشان يوصل إلى الدليل وزاي بيفهم الدليل وزاي يقدم للدليل وزاي يشرح هذا الدليل لمريديه وفي نفس الوقت مفيش تناحر في قبول كل طائفة تكتهد من أهل العلم وفي قبول بين الأطراف وإن شز عن هذه القاعدة بعض الأناس هؤلاء افتقروا للأدوات العلمية الرصينة في إن الإنسان يكتهد الباحث العلمي يكتهد ولا يتهم الآخرين بالتقصير يأخذ ما يريد يترك ما يريد بالأدوات العلمية وليس عن هوا وليس عن ميل نفسي لرأي دون رأي آخر اكتهد السادة الفقهاء في هذه المسألة مسألة النقاء الحائض أو النفساء أثناء أيام عادتها بانقطاع الدم ليوم أو اثنين ثم عودته مرة ثانية للحائض أو النفساء بالنسبة إلي أنا أميل إلى الرأي الثاني الذي ذكرته وهو القول عند الحنفية وهو المشهور عند الشافعية بأنهم شايفين لا أن تقطع أيام أيام الدورة أو أنه أيام الطهر أثناء الحيض أو انقطاع الدم أثناء أيام الحيض أنها برضو أيام حيض يعني هذه الأخت السائلة التي تسأل أو الأخوات السائلات أنه لو انقطع دم الحيض يوم أو اثنين أثناء أيام الدورة الشهرية أنه دي كلها أيام حيض وأنا بالنسبة إلي لا أفرض هذا الرأي ولكن أقدمه لأسباب كثيرة ولمفاهيم كثيرة وأيضا هذا الرأي دنعت نقط وإذا قلته لا أقول بأن من قال غير ذلك اللي هو الرأي الأول إنه رأي دكز لا أقول هذا الرأي هو هذا الرأي الذي أنا أقلده والذي أرى باعتباره ولكن إذا أرادت النساء أن تأخذ بالرأي الأول فلا بأس به وهذا الرأي يعني اجتهاد طيب من أهل الفقه وأهل العلم والرأي الثاني اجتهاد طيب من أهل الفقه وأهل العلم وأرجو أن يكون عرض آراء السادة الفقهاء وإحنا لما نعرض المسائل العلمية يكون فيها نوع من إظهار جهد الجميع دون قدح في رأي دون رأي إذا أختار رأي أو أرجح رأي أقول وأكون مرجحا لذلك الرأي لكن دون انتقاص من رأي آخر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر